ولتسليط الضوء على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن نية حكومته منع تفشي العنصرية وكراهية الأجانب ينضم إلينا عبر الهاتف من أسطنبول الكاتب والصحفي التركي جلال ديمير حياكم الله أستاذ جلال أنا وصال المساء الخير مساء الأنوار أستاذ جلال كما تعلم رئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة له في أنقرة أكد أن تركيا لن تسمح بتفشي العنصرية السؤال هنا ما هي الإجراءات التي من المتوقع أن تتخذها الحكومة لمكافحة خطاب الكراهية في تركيا بصراحة طبعا تصريحات الرئيس كان مهم جدا قصوصا في الأواني الأخيرة بعد ازدياد أفعال عنصرية من قبل البعض ولكن للأسف تصريحات الرئيس لم يقصد أيضا على الألام العربي رغم أن تصريحاته الذي صرحه طبعا كان خطابه للولاة أو للقائمقام القائم على الأمور أو ممثل الحكومة في الولايات ونصحهم بالنصائح جميلة وجيدة خصوصا بعد ازدياد الأنصرية من قبل البعض نصحهم بأن لا يسمحوا في الولاية التي سيكون مسؤولين عليها أن لا يسمحوا بأي أبحان أنصرية وأن يكونوا يقفوا ضد هذه الأنصرية طيب الحكومة ماذا سوف يعمل بعد هذا خصوصا بعد انتشار بعض الفيديوهات الذي رأيناها وشاهدناها عبر المواقع التواصل الاجتماعي يعني أكيد فهمنا من تصريحات الرئيس أن الرئيس نفسه شهد هذه الفيديوهات أو وصل إليه معلومات هذه الفيديوهات لأنه في تصريحاته ركز أيضا على الفيديو الذي انتشر في الأواني الأخيرة لإمرأة سورية في مدينة إزمير داخل الحافلة وهو ذكر ذلك يعني أن العنصرية الذي في المدارس أو في المحافلة يعني بشكل نعم هناك ممارسات عنصرية بالفعل تجري ولكن ما هي الإجراءات من المتوقع طرح قوانين على البرلمان التركي تحد من هذه الإجراءات أم ماذا؟ طبعا يوجد قانون حول من يرتكب العنصرية المادة يزير ميكي مية سنين وعشرون هذه المادة لمن يرتكب العنصرية هذه المادة موجودة تم التغيير عليها في 2014 طبعا يوجد أيضا ولكن هذه المادة هل هي مفاعلة الآن؟ هل يؤخذ بها؟ يعني لماذا هذه الممارسات إن كان هناك يوجد مادة في القانون؟ طبعا هناك ما يقارد 450 ملف انتقل للقضاء حول العنصرية يعني يوجد ولكن هل هذه القانون فعال في كل الأماكن في كل الحوابث؟ هذه وفق الشكوى الذي يحصل من قبل الأشخاص أحيانا يرتكب أحد العنصرية ولكن لا أحد يشتكي عليه فحينها هذا يبقى ولكن هناك وفق ما أخذنا من المعلومات التي حصلت إليها أنه أكثر من 450 حالات عنصرية في الأوان الأخيرة فانتقل للقضاء والقضاء يستمر الآن للقضاء طبعا النقطة الأولى هي شكوى على هذه الفعل وسانيا فعلا أحيانا يكون إثبات فعل العنصرية يكون فيها صعوبة أحيانا يكون بالأخوال بدون يتعل أحيانا يكون الفعل مع القول وأحيانا لا يكون الشكوى على التي ارتكبها العنصرية فلذلك بصراحة ما يوجد فرق أيضا ممكن أنه نقول فرق صغير بين القره بين القتال أو بين المشاجرة الشخصية والعنصرية يعني أحيانا الشخص يرتكب العنصرية ولكن يسميها أنه شجار شخصي طيب بجميع نعم أستاذ جلال بجميع الأحوال هناك فيديوهات توضح بكل صراحة ممارسات عنصرية وخطاب كراهية من بعض المحسوبين لربما على سياسيين هنا أو هناك ولكن بالمحصلة الآن لربما سوف يتم تشديد هذه الإجراءات للحد من هذا الخطاب السؤال الآخر هنا الكثير من اللاجئين وأيضا الأجانب في تركيا كانوا ينتظرون انتهاء الانتخابات من أجل تلافي خطاب الكراهية الذي كما تعلم رافق الانتخابات الأخيرة لكنهم فوجئوا بتفعيل بعض الضوابط التي كان يتغاضى عن تنفيذها ولكن الآن هناك تشديد بهذه الإجراءات منها عدم الانتقال من ولاية إلى ولاية أخرى إلا بإذن سفر وعدم وجود الأجانب بغير ولاياتهم وغيرها من الأمور لماذا الآن يتم تشديد هذه الإجراءات برأيك لو تصريحات الرئيس كان واضح وأيضا كان هناك إشارة إلى هذه الموضوع أيضا وأشر أيضا الرئيس على أن الذين يتكبون أو يتوسلون إلى الأنصرية ضد الأجانبهم لديهم أجندة خاصة ونحن نعرف ونحن مطلعين على ذلك وحتى الذين يعني خصوصا بسوسيال مدية على تويتر الذين يريدون أن ينشئوا يعني أن ينشئوا قضية صنعية وليس حقيقية نحن نعرف ذلك وحتى وزير الداخلية أيضا مشر أن ما يقارد أربعمائة حسابات الذي وصلوا إليها وحساب وهمي وليس حسابات حقيقية هذه نتهم من هذه التوضيح وهذه التصريحات على أن الرئاسة على أن الداخلية مطلع على الوضع الذي يجري طيب لماذا رغم ذلك التشريدات أصلا يعني برأيي أنا كموظف سابقا بالهجرة كل الإجراءات التي الآن تركز عليها هي يعني سابقا كان موجود لا يوجد أي شيء جديد بخصوص اللاجئين من ناحية الهجرة ولكن مثل ما ذكرتم قبل قليل هناك تركيز على الموضوع أو هناك تشدد في إرجاء هذه القوانين الذي كان موجود سابقا وهذه خصوصا بعد إشاعات وبعض نقل بعض السياسيين خصوصا على أن التركيا لا تحفظ بحدودها ولا تحارب الهجرة الغير الشريعية ممكن أنه بناء على ذلك أتى ولكن نستطيع أن نقول أيضا الداخلية أخذت خطوة قاسية ولكن لاحقا في الأواني الأخيرة خففت ممكن نسبة خففت لهذه الجهة نعم إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من أسطنبول الكاتب والصحفي التركي جلال بيمير شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك